أحلى شعور في الدنيا أني أنا بقدر أسوي كل شيء أبغى أروح الشغال أوصل لأبولادي أتمشى في ربوع بلادي راح تسهلي أمور كثيرة راح أقدر أني أنا أروح شغلي من غير معنى أتأخر أو أحد يوصلني راح أقدر أني أنا أحضر الدعوات أو الإنفنتات كناشطة اجتماعية راح أسوي أشياء كثيرة يعني ينتظرني جدوى الحافل إن شاء الله أني أنا ما كنت أقدر أجي للأهلي في أي وقت ساعات يكون عندي مناسبات أفراح أو سواء أحزان كانت تكلفة الجسر عليه جدا عالية وما أقدر أني أنا أخذ أولادي بالباس وأروح مع ناس أنا ما أعرفهم فكان تكلفة عالية كان معنا اليوم يوم تاريخي شكراً للقيادة شكراً للقرار هذا كان زحمة كان كل شيء الحين أنا بروح لعيالي وبروح أكمل دراستي وبروح الشغل هناك في تلفزيون البحرين يوم حلو فرحانية الموضوع صار له دقائق ساعات فرق بين أمس واليوم نحن اليوم هنا وأمس كنا ورا بلغتي من غير ما أتكلف جهد ومال وواك أو هنا مرة شكراً الحمد لله الحمد لله ربي بلغنا هاليوم أنا كثير متحمسة للموضوع وكثير في أنشطة رح أمارسها ما كنت أقدر أمارسها سبب بعدم قيادة المر الصراحة يوم كان يوم تاريخي كان حلم بالنسبة لنا وتحقق الحمد لله نشكر طبعاً أولاً قيادتنا الحكيمة الملك سلمان بن عبد العزيز وروح أشارك أبنائي بأشياء كثير بمشاوير كثير حكس نشلة شجعها بالحكس تقضي أمورها تودي أولادها تجيب عيالها أنا أشوف أنها أفضل سوء الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم الصراحة يعني كان يعني ما حد مصدق في الشارع بس الحمد لله تحققت والأعداد هاي لللي طالع في الشارع أنا سايق يعني عندها إمكانية اللي تقدر تقوم بأولادها في البيت تقوم بسوجها تقدرنا قادرة أنها تقوم تسوق سيارة أكيد أنا جاي عشان اليوم عشرة بإذن الله متحمسين في الخبر والترتيب والتمظيم والاستعداد لها كان جداً رائع الحمد لله أن الله بلغنا هذا اليوم حنتفاعل ونسوق بإذن الله اليوم هو اليوم بنسبة لنا نعيش التجربة كحقيقة وفعلاً اجتزنا كل التجربة كل الفعاليات الموجودة هنا من صيانة السيارات من معرفة كل شيء خاصة السيارة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة